اجتماع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا حيث شهدت نتائج القمة اتصاقا مع المواقف المصرية بشكل عام خاصة ما يتعلق بمقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي وحالة السلم والأمن في إفريقيا وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمسة للقارة فضلا عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن الذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الإفريقي الموحد في هذا الإطار كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ الذي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ كب 27 بشرم الشيخ والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار